تصنف مملكة البحرين ضمن الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة وذلك وفق المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نموا في الناتج المحلي وزيادة في استقطاب الاستثمارات هذا ولعب فريق البحرين دورا رئيسيا في تحقيق هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا وتدعياتها المختلفة بروح فريق البحرين الواحد تستمر المساعي من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود وخلق مزيد من الفرص الواعدة ليواصل الاقتصاد الوطني تعزيز نموه بما يحقق التطلعات لبناء حاضر مشرق ومستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين وأبنائها وتعزيز مكانة المملكة التنافسية وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدة الجهود التي بذلها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حققت نتائج إيجابية دعمت مسارات الخطط الاقتصادية بما يعود بالخير على أبناء الوطن بالرغم من الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها المختلفة تلك النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما يعززه من تشريعات داعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية حيث بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 91% وهي أعلى بقرابة الضعفين من المتوسط العالمي البالغ حوالي 49% قدر صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.4% في عام 2021 وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2022 ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2022 مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2021 وذلك بحسب بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني وفي ضوء هذه المؤشرات والأرقام تستمر الجهود الهادفة لمواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين والتي تأتي كأحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر